كاماشا كان ليه علاقة كويسة بالنادي اتحاض وصمان اللي هوما زار عادينا زمان كان فيه هناك كابتن اسمه كابتن عدلي فاكلمه قال له طب هاتهولي انا عارفه انا سمعت عنه كتير انا كنت صغير كنت طويل فكنت فارع عن سني كان حتى بيتكون انا مزور جسمك مميز وسط اللي اه طويل طويل بقى اعرف اللي هوما الطول اللي تلاقي برجالك كويسة او رجلك طويلة كده فحس ان انت مستهير يعني بس فرحت عادت معهم شوية كده فقعدوا بقى يعني سبحان الله يعني نصيب من ربنا ان هم مختلفين على المقاومة ما فيش مقابل يعني هو شوية كور بس مختلفين على كورتين كده وبتاع يعني اه يعني اه يعني مسلا عايزين مسلا عشر كور وعايزين مسلا كام قمصان وقماء تعالوا في الاندية اللي تمناش موارد وتستغل الاندية اللي تاخد منها حاجات ما كانش فيه فلوس فكابتن عماشا رح قال لي بص انا كلمت كابتن خالد جد الله وكابتن ديه السيد وقلت لهم الولد هيروح مزارع دينا فانتو شوفوه في الاندلاء في الاندلاء كان معايا ايمان فروق لو تفتكروا اه ايمان الفرود فروحنا نزلت التمرين اول تمرين نزلت كابتن خالد قال لي هتورعك على طول الثاني يوم جبت الورع وبيت في الناس مين بقى المدربين اللي مروا نحن مات السيد داخل قطوع الناشئين يعني انا عارف طبعا فيه كابتن خالد جد الله كابتن ديه السيد كابتن ديه السيد لي بصمة كبيرة جداً على كابتن مختار يعتبر الوقت كله اللي عادت في الناشئين لان هاي كابتن خالد جد الله مسكني اول سنة له بس في الناس اللي هو 15 سنة كابتن خالد جد الله وكابتن ديه السيد لان كده جاه كابتن مختار مسك الفرقة وضموا التسعة وسبعين وتمانين مولين تسعة وسبعين وتمانين خدوا الممازين من هنا كانت فرقة تسعة وسبعين فيها إبراهيم سعيد أحمد صلاح حسني جودة أحمد بلال بلال كان موجود في التمانين تمانين أمير عبد الحميد إنهم 79 وإحنا ثلاث أنا وفضل وكان حسن مصطفى موجود في 79 أنا وفضل وأشرف المزيد كل الأسنين تبتولي لعبة فريق أول بالنادي كله وهني سعيد فعملوا فرقة واحدة وعدت مع كابت المختار لحد الفريق الأول وكانت صدفة برضو إن أنا فريق أول كان حصل لمشكلة كده كنا في تمرين وكان فيه موضش تحدي كابت المختار كان عامله وحسن مصطفى كسر للرجل والوقت إنها كنت طالع فيه فريق أول الماتش دا اللي كان الماتش الشمس إنه إنت أول ماتش اللي عبته فيه إنت أول ماتش اللي عبته إنت فكر الماتش الشمس وكتلعب أنا وإنت الماتش دا ثاني وإنت وإحسام غالي ساعات المتصعدين وكان حسن مصطفى وإنت الماتش دا أنت نزلت في الدياعة حوالي كانت سوبل وقت آه تسوبل في داعة تمانين تقريباً ونزلت الماتش دا فرجلها قصر يتفلموز منتهى فبدأ بقى الكلام ان هو ايه اين بي عايزيني دراجة ثانية والموضوع ماشي عادي وخلاص انه بيش يفكره فكنا في معسكر في اسكندرية بعملي معسكر اعداد في اسكندرية مع كابتن مختار فعادي خلاص الدنيا ماشي كويسة و اين بي عايزيني وخلاص اخر سنة ليه فاحنا قمنا من الفطار لقينا كابتن مختار وكابتنا العبدالصادق مش موجودين في معنا في الفطار فبنسأل قالك ميسكو الفريل الاول الظهر اللي انا كابتن مختار بيتصل احمد السيد وفضل وياسر علي ينزلوا عشان مسافرين معنا الرومانيا هنضموا الفريل الاول يعني انت عايز تقول كابتن مختار مختار هو صاحب الفضل او البداية طبعا الحمد للبعض ربنا طبعا ومسط على ان يكون احمد السيد متواجد فريل الاول وما صعدني كمان ساعدني في ايه كان فيه سيقا انه كان عندنا بطولة في رومانيا بطولة قوية جدا طولة بغاش الاسم كان بتكون من اللاعف في رومانيا فروحت هناك فكان فيه مدافعين كتير موجدين جدا فكابتن مقترر اخدني في الود عنده قال لي بص انا هلعبك الموتش النهاردة كنا هلعب الفرقة بتاعت اللي كان بلعب فيها براشوف اسمه ايه اسمه ليتشكوف لا اسمه براشوف اللي كان بشعر اللاعب الروماني اللاعب الروماني ده اللي هو القوية قال لي الفرقة دي كاسمها ستيوا بخريست فرقة دي قال لي هتلعب الموتش ده هتبدأ قال لي انا بص انا مش هدر هامل لك اكتر من كده هنازللك هتلعب كويس انت هتكمل انا هحطك عالطريق نازلت عملت موتش احلى موتش في حياتي احلى موتش في حياتي وكابتن طارق سليم بعد الموتش جالي تعبك أطريق كابتن طريق الله يرحمه ولماذلي انت لعب كويس بعدها العيدنا الاسماعيلي ماتش اللي بتاعه دهرات ناعة صفر بس عملت ماتش كويس برضو بعدها رجعت خلاص كملت مع الفير على طول طيب وانت بتكلم بتقولي ضمه فيري 79 على فيري 80 احمد سيد ما قولي 80 لكن 30 10 30 10 ده زي مقوله شهر العظماء يعني 30 10 عيد ميلاد الكامت المحمود الخطيب عيد ميلاد ماردونة 30 10 عيد ميلاد احمد السيد احمد السيد دخل ازاي في كان يعني كان اليوم ده كله يبقى حريفة يعني يكمل كلها حريفة بقى لا لا طبعا انا شرف لها طبعا ان انا يكون تاريخ ميلادي مع تاريخ طبعا السورة كابتر محمود الخطيب اللي انا طبعا ان انا بعتز في يوم الايام ان انا اتصارت معي والسورة بتاعتي دي الصورة دي اللي انت دي صورة كنا كان كان للحك Cav obis كنا في النشيين في الملعب أقول لأنا قلت لك عليه كنا بنتمرن وكابتل الخطيب كان بينزل يتمرن معنا يلعب معنا طبعا فأنا استهدت الفرصة واتصارت معنا كان عندك كم سنة وقتها دي سنة 18 دي كان عندي 18 سنة 18 سنة دي سنة 98